ركود نسبي في ملف الحديدة بعد أن استطاعت الأمم المتحدة الحيلولة دون تحريرها أو تحقيق أي تقدم فيها وفق اتفاق السويد مؤخراً خرجت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة ببيان يستنكر ضربات جوية نفذها التحالف على مخازن لصناعة الزوارق الحربية حسب قوله وقال البيان الأممي إن هذه الضربات تعرقل عملية السلام وتهدد اتفاق الحديدة في المقابل وعلى مدى أكثر من عام ساد صمت طويل من جانب البعثة الأممية عن انتهاكات الميليشيا اليومية ضد المدنيين وخروقاتها للهدنة الحكومة اليمنية أدانت البيان واتهمت الفريق الأممية بالانحياز لميليشيا الحوثي وقال المتحدث باسم عمليات الساحل الغربي إن البعثة الأممية بقيادة الجنرال جوها تنفذ ما يمليه عليها ضباط الارتباط الحوثيون المتواجدون على متن السفينة الأممية أكثر من عام مرة على اتفاق السويد الذي كان ملف الحديدة أبرز ملفاته لم يحقق خلالها المبعوث الأممي أن يتقدم سواء من ناحية وقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق لتحييد الموانئ وإدارة المدينة لا يبدو أن ملف الحديدة لا يزال يتصدر اهتمام الحكومة اليمنية أو حلفائها فقد استطاعت ميليشيا الحوثي تدعيم سيطرتها على المدينة والتلاعب بكل الاتفاقات التي تحاول الأمم المتحدة تنفيذها في الحديدة قبل يومين كشفت وثائق مسربة عن ميزانية ضخمة تم صرفها لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن تجاوز 17 مليون دولار خلال العام 2019 فيما يتساء المراقبون عن جدوى صرف هذه الأموال الضخمة في ظل تعثر إحراز أي تقدم في أي من الملفات التي تشتغل عليها الأمم المتحدة